نروح لحاتة المرأة المعيلة والمشاكل والمعاناة للمرأة المعيلة عارفة تحسي أسقال كده شايلة أحمال أحمال فوق كتفها ورادية والمجتمع مش رادي اللي هو كم المشاكل اللي أنا عمالها مخلفة وبراعي وبكبر وبصرف مشاكل المرأة المعيلة عموما أعتقد ملف كبير في الحوار الوطني ملف كتير على الدولة المصرية بشكل عالي الحقيقة من أخطر الملفات المفوضة يعني يتم النظر ريها سريعا ويمكن لجنة الحوار الوطني رتقت لده هو ملف قانون الأحوال الشخصية في مصر اللي بناء عليه في مشاكل كتيرة جدا هتحل منها المرأة المعيلة المرأة المعيلة مش بس أنها تكون علشان هي مطلقة أو علشان جزءها مش موجود أو أيا كانت الأسباب هي في النهاية مرأة معيلة زي ما أنت بتقولي على كتفها أحمال كبيرة جدا عندها تحديات كبيرة جدا منها الوصاية منها النفقة منها العمل بشكل عام أنه هي تقدر تسدد مصرفات بتها منها فكرة أنه إزاي مجتمع يقبلها بشكل كبير من غير أي نوع من التنمر أو الرفض اللي ممكن تعاني منه نتيجة النوارة العينة أنا كإيمان حاسة بمشكلة ويمكن حضرتك برضو تنورينا في مشكلة تانية يعني أنا حاسة أن أكبر مشكلة أن أنا لما بتطلق وروح أرفع قضية نفقة طبعا هو الراجل بيوصلني أنه نرفع نفقة لكنه هو راجل حقيقي محترم بيحترم العشرة والبيت وولاده يبقى الأمور بالتراضي يحترم أولاده بالتراضي عمر ما فيه ستة هنشوفها في محكمة الأسرة لو الراجل تمام عارف حقوقه واللي لي واللي عليه لكن ما علينا رحنا رفعنا قضية أنا كستة ببقى لم عاية فلوس المحامي اللي هيروح بيرفع الدعوة ويفضل بقى يقول لي أنا عايز وفلوس أنا أصلا بدور على حد يصرف علي في النفقة الزبط كده يعني إذا كان معيش نفقة فطبعا بصطدم بمحامي وأجر محامي وتاني حاجة بصطدم بيها إن أنا المحامي ما بيدنيش عقاد نافع أنا بقولها لكم الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها يعني طب أنا هاخد طب إمتى القضية تخلص واخد فلوسي وفلوس عيالي ربنا يستهل يعني قدامنا سنة سنة ونص لو ما عارفش لو هو معماشي استقناف يحصل إيه تفضل الست بتسمع أرقام خالية أنا عايز أقوط عيالي بكرة الشهر اللي جاي أول الشهر علي إصاد بيت ولكن أنا بسمع سنة وسنتين وحاجات كده فأنا بضم صوتي للستات دي لإن ده حقوق أطفال ويمكن دي أكتر المشكلات اللي حطت إيدك على الجرح فيها النهاردة إنه دايما فيه كسور مع المرأة في الملف ده بين طول الأمد ويمكن طول الأمد ده اللي بيسبب المعاناة الأكبر وهي زيادة المصرفات الخاصة بالتقاضي ده لأن أنا كل ما طول كل ما عمالة أصرف فيمكن الحل الأساسي أو نقدر نقول عليه البتر للمشكلة هو أن يبقى النظر في مدة بسيطة جدا ما تستدعيش شهر بالكثير علشان يتم ترحيلها أو يتم البت فيها بشكل عادل فبالتالي نتجنب فكرة إن إحنا نلجأ لخصخصة القضاء وعلى الرغم إن أنا مع رؤية أو إن أنا كمان مع رؤية النظر فيه إمكانية إنه يكون فيه تخفيض للمرأة اللي بتدور على نفع لإني أنا جاي أدور من حضرتك إنك تديني أصرف فإزاي أنا جاي أقولك تديني أصرف وانا رح أصرف عشان أو قابلك فهي المعادلة صعبة المعادلة معقدة فيه أمور كتيرة جدا مليانة التحديات ولا حضرتك على حاجة لو الراجل عرف إن الستة دي هتاخد حقها في شهر هيدفعه ويرايح نفسه من المشاكل هيحاول يوصل لحل سلمي أصرف أيها وصلت اللي أنا عايز أقوله لأنه ممكن اللي القضاء هيحكم بيه يكون أعلى من رغبته لو وصلنا لحل ودي ففي النهاية هي المدة أو تأثير المدة الخاصة بتقاضي أي قضية خاصة بالقصر المصري طالب إن القضية في المحاكم تاخد وقت محدد يعني من شهر لثلاث شهور يعني حدية قلتي شهر أنا بقول من شهر لثلاث شهور مع عشان فيه إجراءات بتتساعد فيها فيه تحريات وفيه حاجات من شهر لثلاث شهور ده إحنا كستات بنطالب الستات المعيلة اللي أنا هتطلقته اللازم نفق أولادي وفي نفس الوقت كمان لو أنا معاييش حق الدعوة دلوقتي يقعاندي وسيلة أعمل بيها لا ولزم بقى الطاليق ده أو الزوج اللي ساب عياله ده أنا المحكمة ما تاخدش مني فلوس لكن لما ياخد النفقة لما ياخد النفقة تحكم على الراجل إنه هو اللي يدفع الدعوة كمان مش أنا أنا اللي تسابت وتراميت أنا وولادي فمش أنا اللي هدفع كمان الدعاوي والمحاميين وفلوس كتير قوي دي لو الراجل عارف إنه هو برضو اللي هيدفع حق الدعاوي دي كلها وحق مصاريف المحكمة برضو هيجي من البداية كده يقولك إيه أقتصر المشكلة وبالمناسبة تترجط بالنسبة لنا كمجتمع أنا من مصلحتي كدولة يعني أنا رأيي ونبي كتبوه ده طب الراجل هو اللي يدفع الراجل هو اللي يدفع كل مصاريف الدعاوي أنا من مصلحتي كدولة إن الأمور تمشي بشكل ودي ده هيقلل عندي حجم التقاضي اللي موجود وحجم المشكلات اللي موجودة لكن لو إحنا كل اتنين قرروا الانفصال بناء على أين مكانة الأحداث واتفقوا على طريقة معايشة لهم ولولادهم أنا بالنسبة لي برضو كذبين لأن خدي بالك التأثير النفسي على الأسرة المنفصلة هيبقى ليه مرضود أكتر سلبية من مجرد فلوس لما يبقى الولاد شايفين كل يوم مامتهم رحة وبتجري هنا وتروح للمحامي ده ده مرضود لا يقدر بمال ده بقى الخسائر الحقيقي اللي ملهاش أي خسائر مالية تعوضها وساعات والله يا أستاذة مارسة بيوصلوا الست آخر ما بتزهق ما هي مش قادرة إنها ترمي عيالها يعني تقوله خد بقى أولادك أهوتر مومل في الشغل وتمشي يعني أنت بتوصل الست كراجل أنت متملس من حقوقك إن هي كمان تعبت هتعمل إيه؟ ما هي تنحرف يا ترمي العيال وتمشي وفي النهاية الولاد دول ملزمين من الدولة علشان كده الدولة شريك في أنها تحط قدام عينيها التحديات اللي حريبا تكلمي عليها النهاردة أنت حطيت يديك النهاردة على جرح غائر ما ينفعش أكون عندي قرار إن أنا ألم جرح ده أو أغطي جرح ده وأنا عارفة أن لسه جواه مايكروبات أو حاجات ممكن تخليه رغم أنه مقفول لكن لسه موجود ويتفقن كمان تأثيره فالدولة عشان جزء من مسئوليتها ولا أنا بقوله ده مش مجرد مسئولية مجتمعية لا ده حق دستوري الدولة ملزمة بكل مواطن موجود ده مواد دستورية كلنا أقرنا عليها فمش بس حق سياسي فعلشان كده إحنا حطين إيدنا على هذه الأجارة